ويطلع لك عيل ما يسواش تلاتة ساغ اسمو ايه يا عز الود اسمو ايه? اسمو احمد عبدالزار يعمل لك كده عيل ما يسواش تلاتة ساغ كانت امه بتأكله مش وعيش مقدد وكان لما بيحب يستحمه كان بينزلوه المصرف بتاع الغير يحمو في المصرف او ادي يا اخوي لفندي طب اقسموا بالله العلي العظيم اقسموا بالله العلي العظيم اقسموا بالله العلي العظيم لو جبت هذا الجاهل وقلت له ما هي اهم بنود اتفاقية سايكوس بيكو واحد ما يعرف ايه سايكوس بيكو اصلا ما يعرفهاش لو جبته قلت له قبت اعداد سكان السعودية كان والله ما يعرف والله من غير ما اسأله ما يعرف لو قلت له ما هي العدالة الانتقالية من وجهة نظر نيلسون مندلة في جنوب افريقيا الله اعلم بقى اذا كان يعرف نيلسون مندلة اساسا ولا ما يعرفوش انما هو اساسا ما يعرفش فلسفة العدالة الانتقالية من وجهة نظر نيلسون مندلة في جنوب افريقيا ما يعرفش وعمل لك رابعة لو جيت تسأله المسجد الاقصى المسجد الاقصى الاتس مين اللي بناه ما يعرفش لو قلت له من هم الاولين من الصالحين الذين قاموا بتوسعة المسجد الاقصى وبنائه زي ما بيطلع كده في الصور ما يعرفش لو قلنا له مين اللي بنا قبت الصخر وخلى لها قبة صفرة كده والله والله يا ربي ما يعرف ما يعرف مين اللي بناه البناية بتاعة قبت الصخر ولا يعرف فها كم زاوية ولا يعرف مساحة المسجد الاقصى قد ايه بلاش كل ده خلي كل ده يقول لك ده عايز راح تقارك كويس سؤال بسيط ما هي مساحة المسجد الاقصى اولى القبلتين وثالث الحرمين الاسير اليوم نسأل الودة نقول له مساحته قد ايه والله ما يعرفه والله يا ناس ما يعرفه وبأمل لك كده خروف مع القطية شفتم شفتم احنا ببقى مفعول بينا ليه احنا تحولنا من فاعلين الى مفعول بينا عشان في عناصر زي دي عشان في ناس بتحب النادي الاهل فبيحبوا لعبة النادي الاهل فعايل زي ده ما يطلع يامل كده يقوم يخلي ناس تبقى معاه ما فيش تفكير يا ريت احنا بنقول للربنا ما احناش عايزين النعمة اللي انت ادتها لنا يا راب اشتركوا في القناة